أهلاً لك يا رولا، أذن مشاهدين الكرام للحديث عن معطيات التداول في هذه الفترة دعوني أرحب بضيفي من الرياض السيد محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية السيد محمد صباح كله بالخير يا أهلاً صباح كله بالخير أهلاً بك يعني صورة إيجابية نراها بالأمس عودة السيولة نوعاً ما مجدداً مقرنةً بالمستوى الضعيفة جداً التي رأيناها في بداية شهر رمضان ثلاثة مليارات ومائتي مليون ريال العودة سابق عند الأربعة وسبعين مرة أخرى في الموجة على المدى المتوسط ما بين الخمسة وستين والخمسة وسبعين وأيضاً صورة إيجابية في المؤشر ككل عودة فوق مسؤولة الخمسة ألف وسبعمائة هل هذا هو عامل يعني دعونا نقول معضد لنظرية من يقولون أن هناك نشاط واضح سيكون في التداول في آخر فترة من فترة شهر رمضان قبل الإجازة وخصوصاً أنه بالفعل رأينا دخول لسيولة مع أن البعض يقول أن المستثمر السعودي لا يحب أن يبقي الأسهم في يده في فترات إجازة طويلة نعم بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً من وجهة نظرنا من المبكر أن نذكر مثل هذا الشيء لأن ما قلنا أسبوع تقريباً على تداولات السوق من خلال طبعاً التداولات الأسبوع القادم بشكل عام كان فيه توقع بدون النظر إلى وجود إجازة طويلة كان فيه توقع أنه ممكن نشوف بعض التذبذبات المرتفعة شوي مع ارتفاع في قيم تداولات قياساً على الانخفاض الذي شهدناه في قيم تداولات طوال الثلثين الأولى من شهر رمضان الكريم وكان من الطبيعي أن نشوف بعض التذبذبات وبعض الارتفاعات في قيم تداولات كما حصل خلال الثلاثة جلسات الأخيرة التي ارتفع فيها السوق تقريباً 200 نقطة وارتفعنا في قيم تداولات مثل ما تفضلت في جلسة يوم أمس تجاوزنا فيها 3.2 مليار لكن بشكل عام أنا أتفق مع رأي بعض الأخوان المحللين مثلاً أنه ممكن نشوف في نهاية أو ما بعد فترة العيد يعني حركة قوية للمؤشر إن كان في تذبذبات أو كان في قيم تداولات وهذا متوقع قياساً على تحركات السوق دائماً بعد شهر رمضان على مدى الأربع سنوات الأخيرة اللي فعلاً كنا نشوف فيها تذبذبات قوية خلال الثلاث مواسم الماضية شهدنا تذبذبات تقريباً حادة اثنين منها كان للأسفل وواحد منها كان للأعلى بعد فترة رمضان مباشرة وبالتالي فيه توقع أيضاً والله أعلم أننا ممكن نشوف نفس الشيء حركة قوية ما بعد شهر رمضان هذا العام يعني تحديداً نقدر نقول خلال الشهرين أو الثلاثة اللي تعقب فترة العيد الفطر السعيد وبالتالي لا نعرف في الحقيقة إلى أي اتجاه بتكون هذه الحركة لكنها بالتأكيد من المتوقع أن تكون حركة قوية تتزامن مع ارتفاع في قيم التداولات طبعاً لكن طبعاً من المهم أن نتابع هذه الحركة بحذر شديد حتى نفهم طبيعة هذه الحركة وإلى أي اتجاه ستكون وهذا الشيء مثل ما ذكرتنا قبل شوي هي مشابه جداً لثلاث مواسم ماضية وفي كل موسم نلاحظ أن تتكون أشكال على نمط مثلثات ودائماً يتم اختراق أو كسر هذه المثلثات بعد شهر رمضان وهذه الظاهرة لاحظنا على الثلاث سنوات الماضية وأيضاً استمرت في هذا الشهر الكريم والملفت في الحقيقة أن حجم هذه المثلثات بدأ يصغر تدريجياً خلال المواسم الأخيرة بما فيها هذا في كل حال سواء كانت مثلثات كبيرة أو مثلثات صغيرة هي بلا شك أن توحي بحركة قوية قادمة والله أعلم لكن لا نعرف إلى أين اتجاه على المهم سيد الحمد ستبقى معنا طبعاً لمتابعة الافتتاح وبعد ذلك نكمل حديث خصوصاً فيما تعلق بالأوضاع العامة في السوق إذن مشاهدين كرام سنرى كيف ستبدأ الصورة بالنسبة للسوق السعودية خصوصاً أن أغلب الأسواق الخليجية الأخرى تتجه إلى تراجع عدى سوق أبوظبي والأسواق العليمية رأينا الأسواق الأسيوية كيف بدأت متراجعة والأسواق الأوروبية كيف بدأت متراجعة سنرى إذا كان السوق السعودي سيغير هذه النظرة أم لا هذا ما سنعرفه بعد الفاصل بقوماًا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة